السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد كل عام وحضرتكم بخير بحلول شهر رمضان المبارك أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركاته وأذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا في غذة وأن يأتي الله بالفرج قريبا إن شاء الله النهاردة إن شاء الله بإذن الله هتكلم عن تايني واو هو من المواقع اللي أنا تكلمت عنها من قبل في البداية لما كنا بنتكلم عن مواقع الذكاء الإصطناعي ولكن أنتم معارفين المواقع بتتطور فكن لازم نبص عليه بصة وده لسببين السبب الأولاني إن أنت ممكن تستخدم كل الأدوات الموجودة فيه بشكل مجاني وهو فيه أدوات كتيرة جدا حنبص عليها دلوقتي مع بعض وعلشان تشيل بس أو تريموف الأدس والكاباتشا والطاب بتاعك يبقى بسرعة قوي في الحالة دي أنت بتعمل سوفورت للموقع بشكل شهري أو بشكل ثانوي فلو أنت مش عندكش مشكلة مع الكاباتشا ومع ريموف أدس فتقدر أنك أنت تستخدم كل الأدوات أيضا الموجودة فيه بشكل مجاني الحاجة التانية وهو فيه أدوات كتيرة بقى جدا كل أدوات اللي أنت ممكن تتخيلها بالنسبة ليه الامج والرايت والفيديو والفايل حنشوف مع بعض الأدوات اللي الموجودة عندي دي وبتعمل إيه تعالوا كده نبص على تايني واو زي ما قلت لكم في البداية من أوائل مواقع اللي اشتغلت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي حنشوف كده موجود فيها إيه هنا أنا ممكن أعمل سيرش على الأداء اللي أنا عايزها ولو أنا عارف الأداء هي أو ممكن أنا أروح هنا للبيدي أف حلاقي في دروب داون لست أو قائمة منسادلة بيقول لي إيه هي التولز الموجودة الـ edit PDF تقدر أنك أنت تعمل editing على البيدي أف ترفع البيدي أف وتعمل edit عليه أو أنت تحول البيدي أف في الورد أو الجي بي جي لبيدي أف أو تعمل merge بيدي أف يعني تعمل مرج ما بين أكتر من ملف بيدي أف في ملف واحد وده ناس كتير جداً بتحتاجه فيه كمان أنا عندي الـ other PDF tools إن أنت تعمل create لبيدي أف أو تحول من بيدي أف لجي بي جي وفي حاجة اسمها sign إيه sign اللي هو التوقيع الإلكتروني فيه ناس بتحتاج في بعض الأحيان إنها لما تبعد بيدي أف تعمل sign على أو توقع على البيدي أف ده مثلاً بإسمها فتعمل لنفسها توقيع إلكتروني لو أنت عايز تضغط البيدي أف عشان حاج مبير وإنت عايز تبعاته بالإيميل لو أنت عايز تحمي البيدي أف بتاعك على سبيل المثال تحط له password مثلاً على يعني هنا مثلاً عايزة أشوف الحتة بتاعة protect دي معاكم لأن إحنا مش هنقض بقى ينبص على أداء دي صعب شوي نحن نعمل الكلام ده إنت بترفع تعمل upload للملف بتاعك تعالوا كده ناخد الموضوع ده بشكل عملي هنا مثلاً أنا رفعت الملف بتاعي أو البيدي أف فايل بتاعي بالمنظر ده كده هنا هبتدي أحط الpassword بتاعي كده هنا بيقولي الpassword بتاعك ضعيف حطي another word or two and common words are better حطيت الpassword ويبتدي أن أنا أعمل protect بالمنظر ده بيبتدي أعمل processing هنا قدر أن أنا أعمل download للملف بتاعي هقوله save to device بيحط الpassword ويبتدي أن أنا أفتح الملف نيجي بقى لي الامج الامج فيه background remover الناس اللي بتقولي أن الbackground مش بيتشال في canva إلا في المدفوع تقدر تشيل الbackground من هنا بمنطقة البساطة في عندك restore photos الفوتوز الألزيمة تقدر تعمل لها restore profile photo maker يساعدك في عمل صورة للprofile remove person from photo لو عندك photo فيها شخص وعايز تشيل الشخص من الفوتو extract text from image تشيل text من الimage AI image generator اللي هي الأداة بتاع تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي و remove objects photo في بعض الأحيان بيكون عندنا photo فيها object معين عايزين نشيله فممكن نحنا نشيله باستخدام هذه الخاصية وفيه أدوات بقى تانية حاجات تعمل لك blur للbackground كده تحتلق غيامة على background colorize photo تلوي لك الصورة combine images مع بعض تعمل لك مجموعة من الصور college maker تحط لك مجموعة الصور مع بعض remove water mark chat maker الحاجات دي كلها transparent background crop image add border to image image splatter add text to image شوية حاجات ممكن تعمل edit على الفوتو من خلالها وحاجات تانية كتير ده بالنسبة للimage بالنسبة للwrite وأنا بصراحة يعني إيه حابة أن الناس تبص كاملة أدوات الزكاء الاصطناعي مش بس المختصرة على تحويل text إلى صورة أو text إلى فيديو لا يا جماعة فيه أدوات تانية مهمة جدا للناس اللي تكتب content تكتب محتوى يعني أنت مثلا سي عايز أداية تساعدك في كتابة paragraph essay article ففيه أدوات بتعمل الكلام تتقدر أنك أنت تلاقيها أسئلك تعمل generation للquestions أسئلة سؤال وإجابة عندك هنا مثلا الناس بتعريب state descriptions بقى مصفات appointment معين فيه كمان الparagraph completer بيكمل الparagraph business name generator يولد لك اسم business content improver يحسن لك content بتاعك أو المحتوى بتاعك حاجة تصلح لك grammar الناس اللي بتكتب post على linkedin linkedin post generator instagram caption generator blog post ideas أفكار البلوغز كل ده موجود فيه الright لو رحنا لي الفيديو في عندك compressed video يعني يقلل لك الحجم بتاع الفيديو بتاعك video to gap يحول الفيديو لGIF في أيضا trend video يقصلك الفيديو هنا video editing الفورمات عايز تحول من mp4 ل mp3 من video audio هنا كمان عندك الجزء بقى بتاع audio ده حل وقوي audio to text لكن عشان أكون معاك صريحة في الحتة بتاعت audio to text أنا مش شايفة بيدعم اللغة العربية لأن أنا رفعت audio باللغة العربية أعطاني بالإنجلش برضو فالكلام كان مطلقبط وكلام غريب كده بالإنجلش فطمعا هو مش بيدعم اللغة العربية resize video إنه هو يضبط الaspect ratio بتاعت الفيديو أو الأبعاد بتاعته extract audio من الفيديو تلعلك audio من الفيديو وهنا برضو بيغير لك الفورمات بتاع الفيديو حاوله لك الحاجات مختلفة instagram download وتيك توك فيديو downloader والحاجات دي كلها موجودة زي ما إحنا شايفين في حاجات بقى متعلقة بالملفات الموضوع مش كله صور وكتابة بالAI split csfv لو أنت عندك يعني ملف csv فورمات بتاعه ممكن ي split into one or multiple pdf files وexcel to pdf بيحاول بقى الexcel للxml لpdf لcsv يعمل split لملف excel هنا في أيضا الunlock pdf نفترض إن أنا نسيت الpassword بتاع الملفات فقط اللي أنا عملتها من خلال الموقع اللي بيتطبق عليها موضوع الunlock pdf ده بالنسبة لي tiny wow انت بقى اجربه يعني إحنا هنا مش هنجرب بقى يعني إحنا بس بنشوف كده وصل لحد فين والأدوات اللي موجودة إيه أخبارها وأكيد ال efficiency أو الكفاءة بقت أعلى الموضوع مش موضوع بس الأدوات موضوع موضوع الكفاءة لأن انتوا عارفين إن ال ai models المختلفة اللي بتستخدم في تحويل التاكست إلى صورة أو التاكست إلى فيديو أو ما إلى ذلك هنا مش موجود حاجة بتحول التاكست الفيديو لكن في أدوات تانية كتير ولكن بشكل عام بيحصل عليها training باستمرار وبيتم تغذيتها باستمرار بديتا فالوضع بيبتدي يكون أفضل وأحسن في النتائج النهائية أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد هنحاول قدر الإمكان إن إحنا الفترة الجاية نراجع على الحاجات المهمة في مواقع الذكاء الاصطناعي كان أحد متابعين الأعزاء طلب مني كده إن أنا ألخص المواقع دي كلها وكلها في فيديو أنا شايفة من وجهة نظري بصراحة أن أنا أشتغل على أهم المواقع أو أفضل مواقع حتى الآن علشان ما تتوش بقى في مواقع كتيرة وتلاقي نفسك يعني محتار لا أنت ممكن يبقى عندك أفضل المواقع اللي أنت هتستخدمها وطبعا دي وجهة نظري شخصية أنت ممكن يقول لك وجهة نظرك تانية ممكن تقول لنا على مواقع أنت شايفها أفضل من وجهة نظرك طبعا إحنا مرحبين بكل التعليقات طالما تعليقات بناء وبالضيف أكيد إحنا مرحبين بها زي ما أقول لك في نهاية كل فيديو منساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعينا إلى أعزائي من تنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله كل عام وأنتم بخير فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته